السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب البكالوريا الكرام وفي مواصلة الدروس اليوم واخيرا سنتكلم على اخر درس في الوحدة الاولى تركيب البروتين وهو الترجمة اول حاجة باش نعرف الترجمة بالنسبة مثلا لدينا هذه خلية حقيقية النوات مثلا لدينا هذه خلية حقيقية النوات لديها هنا النوات ولدينا هنا الهيولة وهذه النوات قلنا هذه الخلية وتكلمنا مسبقا أن هذه الخلية تركب يا اما الدسم يا اما السكريات يا اما البروتينات واحنا هتمينا بتركيب البروتينات على مستوى الخلايا تركيب البروتين وتكلمنا على أن تركيب البروتين يتم على مرحلتين الاستنساخ ويحدث في النواة الاستنساخ ويحدث في النواة والترجمة ويحدث وتحدث في الهيولة بشي تركب البروتين لازم أول حاجة تمر بعمليتين الاستنساخ وتحدث في النواة والترجمة وتحدث في الهيول لدينا مثلا في النوات لدينا مثلا لدينا مورثة لدينا مورثة بش من المورثة ننتقل إلى تركيب البروتين من المورثة إلى البروتين نمر على عملية التعبير المورثي التعبير ماذا؟ المورثي تعبير المورثي هذا معناه تركيب البروتين بش ننتقل من المورثة إلى البروتين نمر بالتعبير المورثي أي بمعنى تركيب البروتين ويتم وفق عمليتين الاستنساخ الاستنساخ ويحدث في النواة الاستنساخ ويحدث في النواة والترجمة وتحدث في الهيولة والترجمة وتحدث في الهيولة الاستنساخ يتم تحويل المورثة يتم تحويل المورثة إلى جزئة الارين ام أما بالنسبة للترجمة فيتم تحويل وترجمة الارين ام إلى سلسلة ببتدية بعد من تركب سلسلة ببتدية وهو بمعنى تشكيل وتركيب هذا البروتين تكلمنا على الاستنساخ بالتفصيل وتكلمنا بأنه يمر بثلاث مراحل مهمة البداية والاستطالة والنهاية أما بالنسبة لدرس اليوم فسنتكلمه على الترجمة تحدث الترجمة على مستوى الهيولة عندك مثلا لدينا هذه جزئة الارين ام هذه مثلا لدينا جزئة الارين ام هذه جزئة الارين ام وتمثل ماذا؟ اللغة النووية تمثل اللغة النووية لازم هذا الارين ام نحوله إلى بروتينة لازم نحوله إلى بروتينة أو بمعنى اللغة البروتينية هذا نعرف بش نعرف بلي بروتينة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تجمع مجموعة من الأحماض الأمينية مجموعة من الأحماض الأمينية تشكل لنا بروتين معناته لدينا مجموعة من الأحماض الأمينية احنا نعرف باللي وتكلمنا في درس الشفرة ويراثية بأن كل ثلاث نكليوتيدات تشفر لحمض أميني كل ثلاث نكليوتيدات تشفر لحمض أميني كل ثلاث نكليوتيدات تشفر لحمض أميني معناته أن هذا البروتين باش يتركب لازم نحول اللغة النووية اللي متواجدة في الاريان ام إلى لغة بروتينية وتكلمنا باللي ما هو المسؤول على هذا المسؤول على هذا وهو الريبوزومات الريبوزومات تكلمنا في الدرس الماضي بالتفصيل ما هي الريبوزومات وما هي بنية الريبوزوم وتكلمنا بأن الريبوزوم يحتوي على تحت وحدتين تحت الريبوزوم الصغرى والكبرى الآن قال لك ما هي مراحل حدوث الترجمة توصلت الدراسات المختلفة في سنوات الستينات إلى تحديد آليات حدوث عملية الترجمة والمراحل المختلفة لحدوثها كما هو موضح في الوثيقة السعة قال لك شوف قال لك بللي هذه عملية الترجمة باش يتركب البروتين يمر على ثلاث مراحل مرحلة الانطلاق وهي المرحلة الأولى مرحلة الاستطالة وهي المرحلة الثانية ومرحلة النهاية وهي آخر مرحلة من مراحل الترجمة وآخر مرحلة من مراحل تركيب البروتين ككل اسمع لي يا مليه هذا مثلاً رأنا في الهيولة رأنا على مستوى الهيولة على مستوى الهيولة على مستوى الهيولة قبل حاجة كان مثلاً من المورثة إلى البروتينة مثلاً صرت عملية الاستنساخة قبل ما تصرى عملية الترجمة توجد واحدة مرحلة مميزة وتسمى بمرحلة تسمى بماذا؟ مرحلة تنشيط الأحماض الأمينية هذه مرحلة تنشيط الأحماض الأمينية هي مرحلة مهمة جداً هذه تسبق مرحلة عملية الترجمة مرحلة تنشيط الأحماض الأمينية هي تسبق مرحلة عملية الترجمة تفصيل الممل وراني نحط الرابط نتاعها الرابط الفيديو الخاص بتنشيط الأحماض الأمينية على مستوى الهيولة بعد ما صارت عملية الاستنساخ في النواة ركبت لنا جزيئة الارين ام ركبنا ماذا جزيئة الارين ام هذه جزيئة الارين ام ما هي قطبية جزيئة الارين ام من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة صح قل لي هذا الارين ام فيه مجموعة من الرامزات شو معنها رامزة كل ثلاث نيكليوتيدات مثلا عندك المثال عندك ا س س مثلا عندك ا ج ج س ج u a u j س ج u الى غير ذلك كل ثلاث نيكليوتيدات تسمى رامزة صح قل لي هذا قل لي هذا الريبوزوم قل لي رايح يتوضع على جزيئة الارين ام ويني توضع عليه في رامزة الانطلاق استاذ ورامزة الانطلاق ما هي هي الايو ج استاذ معنة هذا الريبوزوم مش رايح مثلا الايو ج مش ريح ننجوه في البداية نعم قادر هذا الايو جي تلقاها في الوسط قادر مثلا عدك مثلا هذه جزئة الاريان ام مثلا تلقى هنا تلقى الايو جي مثلا تلقى هنا ايو جي وتعاود تكمل تواصل تواصل تلقى مثلا في الوسط ايو جي زيتك تواصل تواصل تلقى ايو جي ثالثة استاذة هذا الاريان ام ما هي القطبي انتاعه اول حاجة من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة اه قادر يروح لهذه الايو جي ولا قادر يروح لهذه الايو جي الثانية الثالثة لا لا اول واحدة IOG يتوضع عليها جوزي توضع عليها الريبوزوم قال لك مثلا هذه هي IOG ورا اتجاه القراءة من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة معاته اتجاه القراءة من هذي say اتجاه القراءة من هذي جيه صح قال لك اول IOG اول IOG هذه اول واحدة يبدأ عندها الريبوزوم القراءة واستأله هذي التتابع النكل يوتيدي التتابع النكليو تيدي السابق وش نديرو بيه؟ هذا ما نحتاجوهش أول حاجة نروح نحوسه أول حاجة على ايو جي أول ايو جي نلقوها في هذا الاريان ام هي رامزة الانطلاق أول واحدة نبدأ وعدها عملية وكيفاش أول حاجة نبدأ وعدها العملية قل لك هذا الاريان او جي هذه رامزة الانطلاق قل لك هذا قل لك مثلا بعد ما جات جزئة الاريان ام بعد ما صنعت على مستوى النوات تخرج وتذهب إلى الهيولة صح هذه مفهومة هذه رامزة الانطلاق هي المتمثلة في الايو جي قل لك أول ايو جي تقاه في جزئة الاريان ام من اتجاه القطبية خمسة فتحة إلى ثلاثة فتحة هي الرامزة اللي نبدأ وعندها عملية الترجمة وتتوضع تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى على هذه جزئة الاريان ام بعد ما تتوضع هذه جزئة تحت الوحدة الصغرى على جزئة الاريان ام يأتي الحمضة الأميني الأول يأتي الاريان تي الأول الحامل يأتي الأريانتي الأول الحامل للحمض الأميني الأول هنا عدنا الميثيونين وش معناها؟ يأتي الأريانتي الأول الحامل للحمض الأميني الميثيونين وين يتوضح؟ يتوضح على هذه مقابل الآيوجي كما حكينا في الحصة الماضية قلنا مثلا قلنا أول حاجة الريبوزوم الريبوزوم أول حاجة يتكون من تحت وحدتين تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى وتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى عدنا مثلا كان واحد النفق على مستوى التحت الوحدة الريبوزومية الصغرى يتتوضع عليه ماذا؟ جزيئة الاريان ام ما علي يا ملاحي سقسك سؤال وانتجاوبني هذه جزيئة الاريان ام عندما يتم استنساخها على مستوى النوات وتأتي إلى الهيولة هذه جزيئة الاريان ام هذه جزيئة الاريان ام انا نعطيك مجموعة من الرمزات ونعطيك هذه القطبية خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة مثلا نعطيلك سي جي يو ا يو جي سي سي جي يو سي ا يو جي مثلا يو ا سي سي جي يو الى ما غير ذلك صح نقولك تحت الوحدة الريبوزومية الصغرة تأتي الان على ماذا تتوضع تقول إي تتوضع على اول ا يو جي من اتجاه القراءة اتجاه القراءة من وين؟ من خمسة فتحة الى غاية ماذا؟ ثلاثة فتحة هذا اتجاه القراءة عندك هذه ا يو جي وعندك هذه ا يو جي وعندك ت laughing ايدك Eles تفتح وراها اول ايو جي عندك هذه. معناته هنا تتوضع هنا تبدأ القراءة تاع الريبوزوم. تتوضع تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى على رامزة الانطلاق. عندك هذه عندك رامزة الانطلاق. تتوضع هنا تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى. كان واحد النفق كان واحد النفق. في تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى تتوضع عليه جزئة الاريان ام. اول واحدة تتوضع عليها هي جزيئة هي ماذا رامزة الانطلاق وهي الايو جي بعد ما تتوضع تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى يأتي اريان تي اول يأتي اريان تي يأتي اريان تي اول حامل للحمض الاميني الاول وهو حامل للحمض الاميني الاول ماذا الميثيونين اي واحد شوف اي اريان ام اي اريان ام من اتجاه القراءة انتاعه من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة ونروح لأول وحدة ايو جي رامزة الانطلاق وهي ايو جي تتوضع لها تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى عندها وحدة النفاق الخاص بها بعد هذه المرحلة بعدها وشي يجي اريان تي اول حامل الحمض الاميني الاول الميثيونين وذلك بواسطة باذق التكامل بين رامزة الانطلاق والرامزة الموضادة على مستوى الاريان تي عندك موقعين عندك الموقع بي والموقع ا الموقع بي نعودوها شوف عندك مثلا هذا اريان ام عندك مثلا هذا اريان ام عندك ايو جي مثلا ايو جي سي سي جي سي يو اول حاجة جي تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى تتوضع على جزئة الاريان ام وبعدها يأتي اريان تي اول الحامل الحمض الاميني الاول الميثيونين يتوضع على ماذا على مستوى الموقع بي عندك قلنا الريبوزوم شا عنده عنده شا موقع عنده هذا الموقع مثلا بي وعنده الموقع الثاني وهو الموقع ا عندك هذا اتجاه القراءة من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة تقول اول حاجة قلنا اول موقع يسمى الموقع بي اول موقع يسمى الموقع بي من اتجاه نشوفو اتجاه خمسة فتحة الموقع اللول من جهة خمسة فتحة هو موقع بي والموقع الثاني من جهة خمسة فتحة هو الموقع ا الموقع اللي بعيد عليه هو الموقع ا والقريب من الموقع هو الموقع بي صح بعد هذا بعد هذا يتركب بعدها ماذا يتركب جي بعد جي تتكون التحت تتركب ماذا التحت الوحدة الريبوزومية الكبرى للريبوزوم وبعدها يتركب تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى يتركب بماذا يتركب عدنا ريبوزوم بعدها نسموه ريبوزوم وظيفي ريبوزوم وظيفي ونسموه أيضا معقد الانطلاق بماذا يسمى أيضا بمعقد الانطلاق صح يسمى بمعقد الانطلاق راح نلاحظوها هنا وش قللك؟ قللك أول حاجة جي جزئة الاريان ام اتجاه قطبيتها من خمسة فتحة إلى غاية ثلاثة فتحة أول ايو جي وهي رامزة الانطلاق تتوضع عليها تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى بعدها وش يجي؟ يجي اريان تي أول حامل للحمض الأميني الأول وهو الميثيونين دخول الاريان تي الأول لحمض الميثيونين صح بعد هذا يثبت الاريان تي الأول يثبت الاريان تي الأول على من يثبت وذلك بواسطة ماذا؟ التكامل بين الرامزة المضادة اللي تواجدها في الاريان تي مع رامزة الاريان ام صح بعد هذا قللك هنا اسمع لي يمليح اسمع لي يمليح اسمع لي يمليح في الكتاب المدرسي في الكتاب المدرسي يقول لك مثلا ترتبط اول حاجة ترتبط تحت الوحدة الكبرى ومن بعدها يجي اريان تي ثاني يجي اريان تي ثاني ومن بعدها يتم الربط بين الحمض هذا والحمض هذا. هذه بالنسبة للكتاب المدرسي. اما بالنسبة لاغلبية المراجع وتمارين البكالوريا المرحلة الاولى لحدود الترجمة مرحلة الانطلاق تنتهي هنا. يقول لك تتركب مثلا جي جزائة الاريان ام وتتركب تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى. ويجي اريان اول حامل حمض اميني الاول. يجي اريان تي اول حامل حمض اميني اول مثيونين. وذلك بوسط التكامل بين رامزة المضادة للاريان تي مع رامزة الاريان ام. ومن بعدها تتركب تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى. وبعد هذا ينتج عنه تشكيل ريبوزوم وظيفي لانه وعدنا تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى وتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى. لهذا يسمى بمعقد الانطلاق. اغلبية المراجع يا جماعة مرحلة الانطلاق تنتهي هنا مرحلة الانطلاق اين تنتهي تنتهي هنا مرحلة الانطلاق تنتهي عند ما يتركب الريبوزوم الوظيفي عند تشكيل معقد الانطلاق الذي يتكون من حمض اميني واحد مع الارينتي الخاص به على ماذا على مستوى الموقع بي هذه المرحلة الاولى من اولى مراحل الترجمة صح نمر الان الى المرحلة الثانية نمر الان الى المرحلة الثانية مرحلة الثانية وهي ماذا هي مرحلة الاستيطالة مرحلة ثانية وهي ماذا مرحلة الاستيطالة مرحلة الاستيطالة اسمع لي امليح اسمع لي امليح اسمع لي امليح لدينا هنا جزئة الارين ام هذه جزئة الارين ام قال لك مثلا عندك اول ايو جي وراه الايو جي هذا الايو جي هذا الايو جي مثلا عندك مثلا سي سي سي. الى ما غير ذلك من تتابع الرامزات صح. قل لك تحت وحدة الربوزومية الصغرى تتوضع على رامزات الانطلاق الايو جي. ومن بعدها جي اريانتي اول جي اريانتي اول حامل للحمض الاميني الاول ميثيونين. صح. هذا وشنه على مستوى هذا ماذا? هذا عندك هنوش قلنا. تحت وحدة الربوزومية عندها موقعين. مميزين. الموقع بي والموقع اه. تكلمنا عليه بالتفصيل في بنية الربوزوم صح. بعد هذا بعد ما يجي. الاريانتي الاول حامل الحمض الاميني الاول. ويثبت على مستوى الموقع بي. يتركب على ماذا? بعدها يتركب. تتركب ماذا? تحت الوحدة الربوزومية الكبرى. هذه بالنسبة لماذا? مرحلة الانطلاق. مرحلة الاستطالة. مرحلة الاستطالة. قلنا بماذا? قلنا بلي انه هذا الاريانتي مع الحمض الاميني خاص بهم. وشين حاجة اللي تربطهم. كان واحدة الحاجة هنا وس تسمى. تسمى برابطة استر. تسمى بماذا? تسمى برابطة رابطة استر. هذه رابطة استر هي التي تربط الحمض الاميني مع الاريانتي الخاص به. وتكلمنا عليها في درس تنشيط الاحماض الامينية. وتكلمنا كيف تنتج الرابطة استر بين الحمض الاميني مع الاريانتي. صح. هذه معلومة سابقة صح مرحلة الاستيطالة مرحلة الاستيطالة وش يقول لك يقول لك يأتي اريانتي ثاني حامل للحمض الاميني ثاني يقول لك يجي اريانتي واخد اخر كامل يجي اريانتي واخد اخر حامل لحمض اميني اخر يتوضح على ماذا يتوضح على مستوى الموقع ا يتوضح على ماذا على مستوى الموقع ا بعد هذا كي يجي اريانتي ثاني حامل لحمض اميني ثاني وبعد هذا هذا بماذا بواسطة تكامل بين الرامزة المضادة لهذا الثاني مع الرامزة مع رامزة الأريان ام هاذا لازم ياولو متكاملين واش قلنا بلي هذا الأريان غير محقد الأريان تي من نلقوهم؟ نلقوهم متواجدين وين نلقوهم متواجدين في الهيلة متواجدين اين متواجدين في الهيولة. صح. بعد هذا وشنه؟ هذا الرابط الأستر الطاقة الغنية هنا رابطة أستر وشنه؟ طاقة غنية هذه الطاقة الغنية هذه الطاقة أستر تنكسر الرابطة أستر المتواجدة بين الحمض الأميني مع الأريانتي الأول تنكسر هذه الطاقة هذه الطاقة تستغل أين؟ في تشكيل واحدة الرابطة وانت تتشكل هذه الرابطة بين الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الثاني هذه الرابطة بماذا تسمى؟ تسمى بالرابطة البيبتدية كيفاش نشأت الرابطة البيبتدية؟ أول حاجة كان واحدة الطاقة تسمى رابطة أستر هذه الرابطة أستر غنية بالطاقة وين متواجدة هذه الرابطة أستر؟ متواجدة بين الحمض الأميني الأول الميثيونين مع الحمض الأميني الأول مع العريانتي الخاص به هذه الرابطة تنكسر الطاقة الغنية الخاصة بها تستغل في تشكيل رابطة بين الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الثاني هذه الرابطة بماذا تسمى؟ تسمى بالرابطة البيبتدية تتشكل على إثر ذلك الطاقة المستغلة لخاصة من الرابطة الأستيرية بعدما تتركب هذه مرحلة الانطلاق هذه الخطوات التي درتها الآن أن الرابطة الأستيرية تتكسر رابطة الخاصة به وتتركب رابطة ببتدية هذه في الكتاب المدرسي وين ديرها؟ في مرحلة البداية ولكن لو نلاحظوا أغلب المراجع بعدما لاحظت أغلب المراجع لاحظت أن هذه الانطلاق رابطة الأستيرية وتتشكل الرابطة ببتدية بين الحمض الأميني هذا والحمض الأميني هذا أنها ضمن مراحل الاستطالة وليست مراحل البداية خاصة ذلك هذا هو ماذا ربكه؟ قله لك هناية ثمات يبتت في عندنا ثمات يبتت عندنا ثمات يبتس في ثمات يبتس في ثمات عندنا من الحمض الأميني بين الحمض الأميني والحمض الأميني الثاني وم بعد هي قلته الكاذب ذلك ما крепile طوال الشوخ 70% كما تم إنفاصالы الإنفاصال R&T الأول عندما ينفصل الـ R&T الأول بعد ذلك بعد التركب الرابط بابتدي هذا الر&T ينفصل الـ R&T الخاص بهما هذا الذي نفصل لتأتي الحمض الأم م بمرحلة بعد أن ينفصل مباشرة يتحرك الـ Ribuzon بمقدار رمزة واحدة يتحرك الريبوزوم بمقدار رمزة واحدة وش معنى يتحرك الريبوزوم بمقدار رمزة واحدة عندك هذا الاريان اي عندك مثلا هنا عندك مثلا هذا الايو جي عندك هذا الايو جي عندك مثلا سي 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 صح مثلا عندك مجموعة مثلا عندك جي سي يو الى ما غير ذلك صح عندك هذا الريبوزوم وش يغطي لك يغطي لك رمزتين هذه رمزة رقم واحد والرمزة رقم اثنين صح عندك الايو جي كان عندك هذه الريبوزوم عند من كان عند رامزة الانطلاق ايو جي هذا الريبوزوم بعدما تنفصل الرابطة الاستيرية وتستغل هذه الطاقة الغانية في تشكيل الرابطة البيبتدية هذا الاريان تي المتواجد في الموقع بي الخاص بالحمضة الامينين ميثيونين ينفصل بعدما ينفصل يتحرك هذا الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة وش معنى هذا الريبوزوم يتحرك بمقدار رامزة واحدة هاي الرامزة على ايو جي قبل كانت عدل ايو جي يتحرك بمقدار رامزة واحدة هذا الرامزة تحرك بمقدار رامزة واحدة. بعد ما يتحرك بمقدار رامزة واحدة الموقع B والموقع A ثاني يزيد ويتحركوا. الموقع B والموقع A ثاني يزيد ويتحركوا. صح. بصح شوف اسمع لي يمليح. عندك مثلا هذا الموقع B. شوف. عندك هذا الموقع B. عندك هذا الموقع B. وعندك هذا الموقع. عندك هذا الموقع B. وهذا الموقع A. هذا الموقع B والموقع A هذا الموقع B اسمع ليه مليح اسمع ليه مليح اسمع ليه مليح عندك هذا الاريانتي تاع سي 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 وش يولي حامل يولي حامل لحمضين يولي حامل الحمض الأميني هذا اللي راه ركبوه هنا بالإضافة إلى الحمض الأميني ميثيونين معنى هذا راه يولي حامل لحمضين هذا راه حمض الأميني الثاني ميه هو الميثيونين وبعدك يولي عندك هذا حمضين أمينيين وشنه الموقع لي ولي فارغ هو الموقع A معنى هذا المواقع اراها ايضا تغيرت الموقع بي تغيري واللي فيه الاريان تي مع الحمض الاميني اللي كانوا في الموقع A سابقا بينما هذا الموقع A يصبح شاغيرا عندما يصبح هذا الموقع A شاغيرا يأتي ااريان تي ثالث حامل لحمض اميني ثالث وذلك بواسطة ماذا التكامل بين الرامزة المضادة لهذا الاريان تي ثالث مع رامزة الاريان ام بعدها هذا بعدها شكين عندك هذا الاريانتي مع الحمض الاميني اللي فيه هذي وين متواجدة في الموقع بي قل لك كين واحدة الطاقة ثانية طاقة طاقة اللي هي اسمها رابطة أستر كين رابطة رابطة أستر هذه الرابطة أستر تنكسر عندما تنكسر تستغل هذه الطاقة في تشكيل رابطة بابتدية بين الحمض الاميني الثاني والحمض الاميني الثالث نزيدكم واحدة وبعد ما يصرى هذا الآريانتي الثاني يعود ينفصل هذا الآريانتي الثاني يعود ينفصل وبعدها يزيد يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة وبعدها يصرى نفس العملية رهي تتعاود فتستطيله ماذا فتستطيله طول في هذه السلسلة اللي بيبتدية تبدأ تزيد في الطول كل مرة رهي تزيد في الطول والموقع B دائما هو ليحمل متعدد البيبتيد والموقع A عندما يتحرك بواسطة الريبوزوم يقول لي هذا الموقع A فارغ وبعدها يجي آريانتي ثالث حامل يحمط أميني ثالث نفس الحقلية راه يتمشي أنا عاود ونشوفه هنا وش قللك؟ قللك هنا عندك مثلا ثنائي بيبتيد عندك هذا راه في الموقع مثلا عندك هاشوف هذا راه في الموقع B هذا هو الموقع B وعندك هذا هو الموقع هذا هو الموقع A الموقع B والموقع A هنا راههم جغل للزوج راههم معمرين للزوج راههم فيهم آريانتي مع حمط أميني بعد ما ينفصل هذا الاريان تي لخاطر هذا الاريان تي راح حرر هذيك الرابطة استرذيك طاقة تحتها استغلت في تشكيل الرابطة هذا الاريان تي راح خرج هذا الاريان تي راح خرج بعد ما خرج انفصال الاريان تي ها وقلك انفصال الاريان تي الاول بعد ما ينفصل الاريان تي مباشرة يتحرك الريبوزوم بمقدار راميزة كي يتحرك الريبوزوم كان الموقع بي كان الموقع بي كان الموقع بي فارغا راه ولا ممتلئ الموقع بي الان لانه تحرك الريبوزوم. بعد كي ولا كي تحرك راه يولي حامل لثناء الببتيدة. حامل لثناء الببتيدة والموقع اي واللي فارغ. هذا الموقع اي واللي فارغ يجي اريان تي ثالث حامل لحمض اميني ثالث. وراهي نفس العقلية تمشي معه في مرحلة الاستيطالة. وبذلك تستطيل جزيئة اه وبذلك تستطيل سلسلة سلسلة ببتيدية. نذهب للمرحلة الاخيرة وهي مرحلة النهاية. مرحلة النهاية مرحلة النهاية اه نديرو هنا يا مرحلة النهاية شوف اسمع لي ملاح. هنا وش نديرو نديرو مرحلة مرحلة النهاية مرحلة مرحلة النهاية صح عندك هذه جزيئة الاريان ام جزيئة الاريان ام قطبية انتعها من خمسة فتحة الى غاية ثلاثة فتحة عندك مثلا عندك مثلا هذي ايو جي الى ما غير ذلك مجموعة كبيرة من مجموعة كبيرة من الرمزات قرى. ما وصلنا القراءة وصلنا القراءة مش قلنا راه في مرحلة الاستطالة. نرح بأن نقرأ في الاستطالة المرحلة تزيد وسبسلة بيبطيتية تزيد. إلى غاية نصله إلى إحدى رمزة توقف مثلاً عندك هذه. مثلاً يا إما يو آ آآ رامزة توقف شنه يا إما يو آ آ. يو آ جي. يو جي آ. هذي ايش تسمى? تسمى بماذا؟ هذه رمزة توقف. معناته قللك كيتلقى في السلسلة رامزات التوقف قللك كيتلقى عندما نجد إحدى هذه الرامزات على مستوى الـ RNM كرانا نقراو مثلاً قللك هذه تحت الوحدة الربوزومية الصغرى وصلت لهنا وتحت الوحدة الربوزومية الكبرى راه يوصله لهنا الموقع هذا الموقع B الموقع هذا مثلا عندك هذا الموقع B هذا الموقع B وهذا الموقع A. هذا عندك ففي الموقع A. الموقع B وهذا الموقع A صح. هذا الموقع B. وشي يوالي حامل. هذي موقع ، وحET يحامل حوالي آريانتي àريانتي. ففيه متعدد.ибتيد آريانتي ، فيه مجموعة. فيه مجموعة من الأحماض الإيمينية لهي السلسلة البتيدية. اخر واحد وشي كنا؟ هوا الميثيونين اخر واحد. هوا الميثيونين. قال لك عند. عندما نجد احدى رامزة التوقف يا إما يوجي آ يو آجي وشAddروح يدير رح نحوس مثلا في الهيولة رح نحوس في الهيولة على آريان تي يحمل رامزة مضادة لإحدى هذه الرامزات نحوس ونحوس ونحوس في الهيولة من اللقاوش لخاطر هذه الرامزات ما عندهمش رامزة مضادة في الهيولة معاناة هنا تتوقف عملية الترجمة خلاص حبسة عملية الترجمة بعدما يلحق هنا إحدى رامزة التوقف يولي هذا الموقع مثلا موقع ا? يقول لي فارغ بعد ما نوصل هنا احدى رامزات التوقف تنفصل جزيئة الارين ام تنفصل عفو عفو تنفصل جزيئة الارين ام هذه وتنفصلحت الوحدة الربوزومية الصغرى وتنفصلحتحت الوحدة الربوزومية الكبرى كانتنفصل السلسلة البيبتيدية هذي. كما حذث الميثيونين من السلسلة البيبتدية نعاوده نعاوده شوف قل لك مرحلة النهاية اللي هي مرحلة نهاية الترجمة ره يمشي ره يمشي ره يمشي ره يمشي ره يستطيل ره يستطيل ره يستطيل هذا الريبوزوم ره يتحرك بمقدار رامزة واحدة في كل مرة اللي هي يتكلمن عليها في مرحلة الاستيطالة عندما صح قل لك هذا الاريان ام ره يواصل يواصل حركة نتاعه بمقدار رامزة واحدة ره يدير في نفس خطوات الاستطالة عندما يصل إلى إحدى رامزات التوقف معنات ورناه في الموقع A الموقع اللي دي ما شاغره هو الموقع A في مرحلة الاستطالة كل ما تحركه يقول للموقع A شاغرا عندما نلحق نوصل إلى الموقع A عندما نوصل إلى إحدى رامزات التوقف مثلا هي اللي هي ال-UGA أو ال-UGA ينفصل بعدها ال-TBF ينفصل لتحت الوحدة الربوزومية الصغرة لتحت الوحدة الربوزومية الكبرى لتنفصل بعد هذا يقول لديك سلسلة ببتدية متحددة سلسلة ببتدية عفوا يقول لديك مجموعة من الأحماض الأمينية وهي تشكل لك سلسلة ببتدية ومعها الماтьيوني عندك ال-TBL بين هذا الحمض الأميني وهذا ال-TBF هذه مسؤولي على ماذا تقرى لك هذا تقرى لك هذه الرامزة مسؤولة عنها تقرى لك على هذه الرامزة لقبل رامزة التوقف كان واحدة الطاقة وتسمى هنا لديك واحدة الرابطة أستيرية هذه الرابطة أستيرية هنا يا هذه الرابطة أستيرية تنكسر عندما تنكسر ينفصل هذا الاريانتي أيضا عندما ينفصل هذا الاريانتي وش يصر هذا الرابطة أستيرية وبعدها ما تلقيش حمض أميني تربط مع حمض أميني لأنه هذه رامزة توقف ما كانش حمض أميني آخر بعدها وش يصرها؟ هذه السلسلة ببتدية الأخرى أيضا تزيد تنفصل كي تزيد تنفصل يتم حذف الميثيونين من السلسلة ببتدية نعود المراحل بشكل مختصر الأولى مراحل أول حاجة هذه أول حاجة عندما نريد أن نصنع بروتين على مستوى الخلية يمر هذا على برحلتين وهما الاستنساخ والترجمة باش ننتقل من المورثة إلى البروتين يصرع عملية التعبير المورثي وعندها نفس المصطلح مع تركيب البروتين ويتم على مرحلتين الاستنساخ وتحدث في النواة والترجمة وتحدث في الهيولة هذا الاستنساخ يتم تحويل المورثة إلى الأريان أم وتكلمنا عليه بالتفصيل وأنه يتم في ثلاث خطواته البداية والاستطالة والنهاية الترجمة ويتم تحويل جزئة الأريان أم والتي تمثيل اللغة النووية إلى سلسلة ببتدية والتي تمثل اللغة البروتينية تقابل الحمض آميني والاشنه الواسيط بين أنه نحول الأريان ہم إلى اللغة البروتينية والشنه الواسيط لانيستعمله نستعمل الريبوزومات صح على مستوى الهيولة عملية ترجمة على ماذا على مستوى ماذا تحدث على مستوى الهيولة بعد ما يتتركب جزئة الاريان ام وتنتقل على مستوى الهيولة قلنا نشوفوا القطبية نتاعها من جهة خمسة فتحة إلى غاية ثلاثة فتحة قل لك أول ايو جي في هذا الاريان ام من اتجاه القراءة معناه من خمسة فتحة إلى ثلاثة فتحة والراهي أول ايو جي هنا تبدأ عملية الترجمة نروح نشوفه عندك مثلا هذا الاريان ام عندك هذه الاريان ام ورها اول ايو جي تقول لي أستاذ هذه نقول لك كيفاش عرفت تقول لي انه انتجاه القراءة من خمسة فتحة إلى غاية ثلاثة فتحة نقول لك يعطيك الصحارك جايبها ملاح صح أول مراحل الترجمة وهي مرحلة البداية مرحلة البداية عندما نلقى أول هذه يتتوضع أول حاجة تتوضع أول حاجة تتثبت أو تتوضع أول حاجة تتوضع تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى على مستوى رامزة الانطلاق وهي الايو جي فيأتي اريان تي أول حامل للحمض الأميني الأول الميثيونين فيتثبت هذا الاريان تي الأول على مستوى موقعه بمعنى رامزة الانطلاق بعد ثابت ثابت شعե تتذكات الاريان تيatamente الاريان تي هذا هو أو يثابت الحمض الأميني بتدخل ترتبط تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى وترتبط تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى بعدها معناها ع joking الان معقد لهو تحت الوحدة الربوزومية الكبرى مع التحت الوحدة الربوزومية الصغرى. هذا وبماذا يسمى هذا المعقد? يسمى بربوزوم وظيفي ويسمى ايضا بمعقد الانطلاق. هذه بالنسبة الى مرحلة البداية او مرحلة الانطلاق. تقول لي استاذة. علش ما كمل? تقول لي استاذ في الكتاب المدرسي كاين ان دخول اريانتي ثاني وبعد اريانتي ثاني يرتبط مع هذا الحمض الاميني مع هذا الحمض الاميني. نقول لك لا لا. نقول لك لأنه أغلب المراجع في تمارين البكالوريا في كل شيء مثلا كنروح نشوفوا الإيجابة النموذجية في البكالوريا أغلبية المراجع أغلبية المراجع عندما ترتبط مثلا عندما يرتبط هذا الأريانتي الأول في الموقع بي في الموقع بي الخاص به في الموقع آيو اللي شاغر وتجي تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى ويتشكل هذا موحق هذا الانطلاق قل لك هنا يا خلاص انتهت مرحلة الانطلاق هذه في أغلبية المراجع أنا أتكلم صح بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستطالة مرحلة الاستطالة مرحلة الاستطالة أول حاجة يولي عندك موقع آيو في تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى تكلمنا عليهم في بنية الاريانتي بالتفصيلة عندك الموقع بي وعندك الموقع آ الموقع بي هذا يولي فيه الاريانتي مع الحمضة الأمينية الخاص به والموقع آ هذا يولي شاغر عندما يكون هذا الموقع آ شاغرا يأتي ثاني حامل لحمض اميني ثاني. وذلك كيفاش عرفنا ذلك بواسطة التكامل بين الرامزة المضادة للاريدية هذا تائل حمضة اميني ثاني مع رامزة الارين ام بعد ما يتكمل هذه قل لك عندنا واحدة طاقة قل لك احنا في المكتسبات المعرفية تاعنا في درستنشيطة الاحماضه الامينية في درستنشيطة الاحماضه الامينية كنا نعرف بهذا الحمض الاميني مع الاريد يرتبطوا بوحدة رابطة بهناتهم. هذه الرابطة تسمى بالرابطة استر. هذه الرابطة استر. هذه الرابطة استر تنكسر هذه الرابطة استر وتستغل هذه الطاقة الغنية في تشكيل الرابطة الابتدية بين الحمض الاميني في الحمض الاميني الاول والحمض الاميني الثاني. بعد ما تصرى هذه. هذا الاريان تي. هذا الاريان تي الحر اللي كان وين في المقعبي. علش اراه ولا حر? لانه انكسرت الرابطة استر اللي بينه بين الحمض الاميني. هذا هذا الاريانتي هذا الاريانتي يخرج يخرج من هذا الموقع قل لك هنا يا شوف قل لك انفصال الاريانتي هذا الاريانتي ينفصل عن هذا الموقع بعد ما ينفصل مباشرة بعد الانفصال يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة الراحضة هنا يبني راح الريبوزوم انتقل بمقدار رامزة احنا كانت عندنا الايو جي هاي الايو جي والتي انتقلت هنا انتقلنا هذا الريبوزوم بمقدار رامزة بعد ما انتقلنا بمقدار رامزة هذا الموقع B أيضا الموقع B والموقع A يتغيروا يولي الموقع A يولي الموقع A السابق هذا كان الموقع A سابقا يولي هو الموقع B والموقع هذا A يصبح شاغرا هذا الموقع A بماذا يصبح يصبح شاغرا مما يسمح بالتحاق ARIAN-T ثالث حامل لحمض أميني ثالث وذلك وفق التكامل بين الرامزة المضادة ورامزة الـ ARIAN-M الخاصة به بعد هذا تتحرر عندنا رابطة أستر هذه الرابطة الأستر يتم انكسارها هذه الطاقة تستغل في تشكيل رابطة بابتدية بعد ما تتشكل الرابطة بابتدية هذا الـ ARIAN-T اللي كان في الموقع A هذا الـ ARIAN-T الحر اللي كان في الموقع A يغادر ينفصل بعد هذا يتحرك الـ ARIAN-M بمقدار رامزة واحدة إلى ما غير ذلك وتبدأ السلسلة بابتدية هذه تطوال أستاذة هذه السلسلة بابتدية كيفاش راهي تخرج راكين واحد النفقة في تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى عندها نفقة اسمع ليه مليح تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى هذه تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى وتحت الوحدة الريبوزومية الصغرى في تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى جماعة نحوزكم توسعوا خيالكم تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى عندها واحدة الحفرة هذه الحفرة عبارة عن نفق هذا كل نفق تخرج منه السلسلة بابتدية بالنسبة لتحت الوحدة الريبوزومية الصغرى عندها نفق طولي هذا النفق عرضي هذا النفق العرضي هذا النفق العرضي تتوضع عليه جزيئة الاريان ام هذه بالنسبة كيفاش تخرج السلسلة البيبتدية صح تكلمنا عليها في الدروس السابقة بالتفصيل بعدما تخرج السلسلة البيبتدية وإلى ما غير ذلك فتستطيل جزيئة السلسلة البيبتدية عندما نصل إلى مرحلة النهاية تستطيل 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 إلى غاية الوصول إلى إحدى رامزات التوقف إحدى رامزات التوقف لدينا ثلاث رامزات عندما نجد إحدى هذه الرامزات على مستوى الاريان ام عندما نجد إحدى هذه الرامزات احنا قلنا وشنو الموقع لي واللي دي ما فارغ هو الموقع ا والموقع B ديما يولي فيه R&T لخاطر علاش لخاطر تجي في حركة الريبوزوم عندما يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة يولي الموقع A ديما شاغر احنا كي نوصله مثلا هذا الموقع A راه يولي شاغر نجد احدى هذه الرامزات UAA UAAG UGA هنا واشي قل لك قل لك هنا يا خلاص قل لك هنا كي يشوف احدى هذه الرامزات هذا الـ R&M ينفصل وتنفصل تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى وتنفصل تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى هذه الرابطة الاستيرية وشنه ما صيرها هذه الرابطة الاستيرية لكنز بين هذا الحمض بين الحمض هذا والـ R&T هذا في الموقع B هذه الرابطة الاستيرية تنكسر عندما تنكسر تحاول تستغل هذه الطاقة في تشكيل رابطة بابتدية كي تجدو تستغلها في تشكيل رابطة بابتدية ما تلقيش حمض اميني لخاطر هنا يا هذه الحمض الاميني لخاطر الرامزات المضادة الرامزات لخاطر هذه رامزة توقف ما عندهاش احماض امينية مقابلة لها ما عندهاش رمزات مضادة في ليولا خاصة بها لذلك هذا الرابط تنكسر عندما تنكسر ما تلقاش وش تدير هذا الارينتي ايضا يزيد ينفصل عندما ينفصل هذا وش معناها معناته هذه السلسلة بيبتدية ايضا تنفصل عندما تنفصل الحاجة الوحيدة اللي تزيد و تديروها انه هذا الميثيونين اول حمض اول حمض اللي ركبنا به هذا الميثيونين انه اول حمض هو الميثيونين يتم حفه من السلسلة البيبتدية بعد ما تمنا حذفنا السلسلة البيبتدية بعد ذلك نقول له ركبنا البروتين وأخيرا تم تركيب وأخيرا تم تركيب البروتين وأخيرا تم تركيب البروتين وأخيرا تم تركيب البروتين وبعدها في الدروس القادمة بعد ما كملنا وبعد ما أنهينا الوحدة الاولى وهي تتمثل في تركيب البروتين بعدما انهينا الوحدة الاولى اول حاجة رح نشوف البرنامج البرنامج جلنا الوحدة الاولى الوحدة الاولى وهي تركيب البروتين الوحدة الاولى تركيب البروتين الوحدة الثانية وهي العلاقة الوحدة الاولى تركيب البروتين الوحدة الاولى وهي تركيب البروتين الوحدة الثانية وهي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين هذه الوحدة الثانية الوحدة الثالثة وهي الانزيمات والوحدة الرابعة وهي المناعة والوحدة الخامسة وهي الاتصال العصبية تكلمنا بالليل خالية هذه تقدر تركب ثلاث حواج يا أستاذ تقدر تركب ثلاث حواج أما البروتين إما الدسم إما السكريات في حام البكالوريا نهتم بماذا؟ نهتم بالبروتينات أول حاجة نعرفها هي تركب البروتين وقرأناها في الوحدة الأولى وعرفناها كيف تركبت وتركبت في مرحلتين الاجتنساق والترجمة وإلى ما غير ذلك هذا البروتين بعدما تركب بعدما تركب هذا البروتين رح يولي عنده وظيفة هذه الوظيفة إما تولي عنده وظيفة إنزيمية وظيفة في المناعة وظيفة في الاتصال العصبي هذه الوظيفة ما تجيهش مباشرة لازم هذا البروتين تولي عنده بنيا فراغية يجماعة لازم هذا البروتين تولي عنده بنيا فراغية وش معناه؟ مثلا أستاذ قولي عندك هذا القلم هذا القلم هو صح قلم باش نكتب به بهذا الشكل ما نقدرش نكتب به لازم هذا القلم تولي عنده بنية فراغية خاصة بعد ما نحلو هذا الشكل مثلا هذا القلم بعد ما ندلو هذا الشكل الفراغي الخاص به يولي يكتب عادي وبشكل طبيعي لازم هذا البروتين أيضا نعطوله شكل فراغي خاص به باش يولي عنده وظيفة هذا البروتين بعد ما يتركب راح نقرأ في الوحدة الثانية العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين بعد ما نقرأه كي يولي عنده وظيفة ما هي الوظائف التي يستطيع أن يكون بها هذا البروتين قادر هذا البروتين يولي عنده قادر هذا البروتين يولي إنزيم يتحول إلى إنزيم قادر هذا البروتين يولي عنده وظيفة في المناعة قادر هذا البروتين يولي عنده وظيفة في الاتصال العصبي العديد من الوظائف معناته في الوحدة الثانية رح نعرف بهذا البروتين كيفاش رح يكتسب بنية فراغية وراح في الوحدة الثالثة نعرف ما هي وظائف البروتينات تقدر ديرها. يا اما انزيمات يا اما في المناعة يا اما في الاتصال العصبي. وهذا كله تطرقنا سنتطرقوا اليها في في المجال الاول بماذا يسمى التخصص الوظيفي للبروتينات. التخصص الوظيفي للبروتينات. يجمعها ما تقلقوشها. راني رايح نتكلم لكم على المنهجية. رايح نتكلم لكم على كتابة النص العلمي. تقول لي استاذة علش مدرت النشط النص العلمي خاص بالترجمة. راني في الحصص القادمة. بعد ما نتكلموا على هيكلة كيفاش نكتبو النص العلمي بطريقة ابداعية. بطريقة متميزة. راح في الدروس القادمة راح نتعلموا نكسبو كيفاش نكتبو النصوص العلمية. وراح ندير اقوى الافكار في الوحدة الاولى تركيب البروتينا. بعد ما انهينا الوحدة الاولى وهي بما تخص الوحدة الاولى تركيب البروتينا. راح ندير اقوى الافكار لجي في التمارين تعال الوحدة الاولى. كيفاش تجي الخالة الوظيفة في الوحدة الاولى. كيفاش التمارين الجي. كيفاش مثلا يعطي لي فكرة الافكار عن التمارينة. كيفاش الافكار? الاساسة اذا كيفاش يفكروا باش يديروا تمارينة في الوحدة الاولى تركيب البروتينة. وراح ندخلهم بعدها في الوحدة الثانية وراح نحلوا ايضا في الوحدة الاولى تركيب البروتين راح نحلوا تمارين متميزة جدا في مجلة الى هنا نقول له انتهينا من الوحدة الاولى تركيب البروتينة انتهينا بما كل ما يخص الوحدة ولا تركيب البروتين ما تنساش باش تشترك في القناة وتفعل جرس التبهيات وتصلي على النبي صلوا على رسول الله وتهلوا في صلاتكم وتهلوا في ربي راح راح يتهلوا فيكم ربي مليح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته